أفعى جنوب الهادئ الجرسية ثعبان ضخم الجسم يوجد في جنوب كاليفورنيا وشمال المكسيك أفعى الحفر شديدة السمية تنتشر في المناطق المأهولة ويصل طولها لمتر وعشرين سنتيمترا لكن وفقاً للدكتورة إيميلي تيلر فإن البشر ليسوا فرستها المفضلة لا ترغب الأفعى المجلجلة في لدغ الأشخاص ولن تفعل ذلك إلا إن شعرت أنها تدافع عن نفسها في حالة أندروح تفاجأ كل منهما الآخر خطى فوق أفعى مجلجلة فتحولت مباشرة إلى وضعية الدفاع لأنها شعرت أن هذه القدم العملاقة سطابت عليها وكان الهجوم على الفور ساد شعور بالذعر أعتقد أن الأصوات هي أكثر ما أخافني إذ كان بالإمكان سماع صوت جلجلتها وراءنا نحن نعلم بالتأكيد أن خشخشة الأفعى المجلجلة تطورت لمساعدتها على تحذير المفترسات وهي تستخدمها لتقول احترس لا تدوس علي لا تعضني لا تأكلني إن هذا ثعبان جنوب الهادي الجرسي سأحثه على الصعود إلى هذا الأنبوب حتى أتعامل معه بأمان خشخشة الأفعى المجلجلة تعد واحدة من أسرع تقلصات العضلات المعروفة في الطبيعة تصل إلى تسعين هزة في الثانية ضعف سرعة أجنحة الطائر الطنان الأجراص من الكيراتين تماماً مثل الأظافر تتداخل بشكل غير محكم مع بعضها عندما تهز ذيلها بسرعة كبيرة تضرب الأجزاء ببعضها وتحدث ضجيجاً عالياً ترجمة نانسي قنقر